طب أصل هذه الآلة هي بالفعل يعني أصلها فرعوني يعني مصري قديم طبعا جميل هي الآلة الهورب آلة من أقدم الآلات اللي ظهرت في الحضارات الأديم عمومة يعني هي موجودة في حضارة عندنا في الفرعنة وموجودة في العراء في حضارة بين النهرين وموجودة في جنوب شرق أسيا فهي آلة كانت موجودة في كل الحضارات الأديمة اللي كانت متوجبة مع بعض طبعا وهو موجود يعني موجود في المتحف المصري موجود في المتحف الحضارة موجود على الجدران المعابد فيه كذا جدرية موجودة فيها آلة الهورب وطبعا بأشكال مختلفة لأنه كمان عشان الحضارة المصرية الأديمة كانت حضارة ممتدة وفيها كذا حقبة فكل حقبة شكل الهورب بتغير الفرق السيمفونية عادة بنجد فيها الهورب لكن الفرق الموسيقى العربية نادرا ما نجد فيها هو الهورب ألا طبعا يعني بعد عدى على مراحل تاريخية كبيرة جدا وكتيرة جدا دلوقتي هو بيصنف آلة آلة كلاسيكية وطبعا موجود في الأوركسترات إذا كانت أوركسترا سينفونيا أو الأوركسترات بتاعة الأوبرات التي بتصاحب الأوبرا وباليه الهورب فيها ليه دور مهم قوي لأنه بياخد عصف منفرد كتير في الباليهات بالذات وفي الأوبرات بيكتبوله كتير جدا فوتشيني مثلا على سبيل مذال يعني مؤلف إيطالي معروف بيكتب آبرا كتب كتير جدا لآلة الهورب فطبعا فيه مؤلفين بيكتبوا فليه الهورب ليه دور في الفرق الموسيقى العربية اللي هي في الغالب بتصاحب المغنيين لو حد كتب حيجبوه حد ياسم فهي ليه علاقة بالتوزيع لو حد كتب للهورب إذا كان في حد حيوزع مثلا لأنه في الآخر الغنى العربي لاين واحد يعني لما بيتوزع بيتوزيعه مش داي التوزيع الموسيقى الكلاسيكية يعني خط واحد كده بما بتبقى خطوط كتير قوي يعني حضرتك أكيد درستي في النقد الفني موروكي لبرتاتورة المايسترو بتبقى قد إيه يعني هي أيما أساسا على الهارموني ما بين الألات لكن الموسيقى العربية الميلودي أو اللحن هو اللي بيبقى الغالب اللي بيبقى إحنا ثقافتنا ثقافة غنائية أكتر يعني إحنا مش متعودين نسمع موسيقى بحتة ثقافتنا أكتر غنى فاللي حيتحمس أنه ياخد الأغنية ويعمل لها توزيع وحيحط الهارب فيها حتلاقي الهارب في الموجود في الأعطاء هذا ما يحدث مع الفرقة الفنان الكبير عمر خيرت طبعا لا عمر خيرت مؤلف موسيقي بيقلف بطريقة كلاسيكية يعني هو لو حضرتك شفتي البرتاتورات بتاعة بتاعة اللي هي بتتكتب والقائد بيقف يقودها مثل توزيع الموسيقى الكلاسيكية بالضبط وبيكتب بنفس المدرسة وهو دارس وهو عارف بيكتب إيه وبيكتب فيه هارموني وفيه توزيع أركسترالي وعارف مساحات الألات ولا هو موسيقي بيكتب بنفس الطريقة بتاعة الموسيقى الكلاسيكية